بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هناخد مثال على الشير سترينس اف صايل وهنبتدي نشوف نحل المسائل بتاعته ازاي فالمثال الاول بيقول اين بيقول مديني السيل بريشر اتفقنا ان السيل بريشر ما هي الا سيجما ثلاثة واحدتها كيلو نيوتن على المتر سكوير الاونية بعشرين والتانية بثلاثة وخمسين والثالثة بسبعين الدفياتور سترينس بتاعي بكيلو نيوتن برضك على المتر سكوير قيمتها بستين خمسة وتمانين مية بيقول لي ايه اعنا ما فيش يو يبقى مدا مفيش يو يبقى انت هتشتغل بالسجما ثلاثة و السجما واحد مش سجما ثلاثة داشه السجما ت Jie مقص ديو سجما واحد يساوي سجما واحد نقص ديو بس هواها ما فيش يو خلاصbed احنا هنعتبر سجما ثلاثة و سيجما واحد الي هنشتغل بي نحل لها ازاي هتجيب الأول حاجة السجما واحد إزاي الميجور برينسيبال استريس اللي هو سجما واحد ده سجما واحد ودي سجما ديفيتور سجما تلاتة سجما واحد بتسوي إيه ده زائد ده يبقى 20 زائد 60 بـ 80 53 زائد 85 بـ 138 70 زائد 100 بـ 100 وإيه و70 يبقى الأول حاجة تحسب مين السجما واحد حسبناهم بعد كده نعمل إيه نبتدي بقى نرسم آه أدي سجما تلاتة بـ 20 والسجما واحد بـ 80 وهكذا نفس الكلام سجما ثلاثة أو ديت روحت أعمل دايرة والثالثة عملت دايرة رسمت الدايرة بتاعت أبتدي أخذ مين مماس المماس بتاعهم طلع لي السي وطلع لي الفاي أنا رسم بـ scale يبقى في الحالة دي ممكن أطلع السي طلعت لي بـ 15 كيلو نيتن على المتر سكوير والفاي بتاعتي بـ 18 درجة يبقى أنا جبت الشير سترانس برامتر بتاعتي شكرا